الحمد لله هو ساعة جاء الكلام هذي من عند واحد ما عندوش مصدقية هذي اهم حاجة في الموضوع لانو كيتكلم ناس يتكلم باش ناس تضحك موش باش ناس تستطقوا والحاجة وهذا الدليل عليش نقول لك عليش وماذا بيه كان يجاوبني اي واحد يتفرج ولا انت كانت جاوبني شفت فيديو ولا اوديو تكلمت فياني على الترجي وحاجة خطر ما فميش وخطر ما تكلمتش وسب وقال وكل شاء وهذا واحد من الناس اللي وريك خداشي ما عندوش مصدقية خي سمعني اتكلمت على الترجي شافني اتكلمت على الترجي هذي بيبليكاسيون على الفيسبوك كتبها واحد كيم يحبه مانا كيم يتمنى هو باش يشوه زبير بيه حطني في صورة عدو الترجي اخويا ايني تابع لي توقع قدامت قداش من عام في الاحد الرياضي وما همني في حتى حتى ونقول راي اما ما نجرحش الناس ونتحداه هو وغيره اي واحد في التلفز ولا في الاعلام يخرج فيديو واني سبيت فيه جمعي مهما كان صيفتها علش باش نسب وشنوين الجهويات كيفاني مثلا سواديزان كلام اللي اللي تقال في الفيسبوك صحيح وين الجهويات خي سبيت ايني جهة الترجية ولا سبيت جهة الجنوب ولا جهة الشمال ولا القاصرين ولا تهمت جهويات خطيرة وكتجي من واحد ما يعرفه شتولي مش بها بكل انت واحد يحب يشوه انسان وذيه علش نقولك انسان ما عندوش مصداقية ما ليش نتبلع ليه رجل كبير وكل شيء اما عيب مرة تبلع على بناحي مرة تبلع حاتم الترابلسي مرة تبلع على طرق ذيه مرة تبلع وشكون اللي يقول هذي السيد قال زبوير با مش حق تكلام عالتارجي يعني في خدمتي رغمان عنو نتكلم عالتارجي ووازم يفهم حاجة اللي هو معنوش حق تكلام عالتارجي أخاطر هو اللي يسبب تارجي اما ما سبيش حسب رايين يسببها في فيديو مصور ونس كل شفته وسببها في ستاتسوسا ونس كراتوا الفيديو نونك هو اللي معنوش حق تكلام عالتارجي والشعبوي اللي عم فاهمها جمهور التارجي مش بيش تنفعوا خاطر كلام يجيب روحوا في الكلام خرجلو خالب نياحي في التلزب بيش يقولوا عيب عليك راك رجل كبير ابعد على سببين الناس توي تبلع لين يتبلع سيد جازيري زياد جازيري متهموا بالجهوية زياد جازيري كي مركة 24 بونتولي هزت بيتونس كوب دافريك خال لي هذي الهدف متاع جماعة يين هي كهو جماعة الساحة لكهو عيب عليك قال جماعة لي الجنوب ما يفرحوش عيب عليك راك في عمرك اذيك تتكلم على الناس يزمك يزمك تحترم شوية العبيد ومخاخ العبيد يودي زياد جازيري راه باطال افريقيا هزينا واحدة بارك باطال افريقيا في تونس واحد من الزاكتور زياد جازيري لحق تحشم كيتكلم عليه انتي كسيد تحشم بيش تكلم عليه زياد جازيري لانو سيدك زياد جازيري باهي كيما سيدك خالد بن يحيو كيما سيدك حاتم الترابلسي وليتوال والكلوب اللي يحكي عليهم هذو مالورلا ما نحكي لكش تاريخ موسيقى موسيقى